قضاء الظلوعية يستضيف مهرجان التمور الخامس سنة بعد أخرى تزداد أصناف وأنواع التمور في هذا المهرجان السنوي حتى وصلت تلك الأصناف في هذه السنة إلى ما يقارب المائة وسبعين صنفا بالإضافة إلى الأصناف النادرة والجديدة تحت الشعار والنخلة باسيقات لها طلع النضيد الرزق للعباد نفتتح اليوم بإذن الله تعالى المهرجان الخامس للتمور في الظلوعية هذا المهرجان يحتوي على أكثر من 160 إلى 170 صنف ولله الحمد طبعاً في كل سنة هو في تزايد أنواع التمور والأصناف الجيدة والجديدة من التمور يعتبر هذا المهرجان السنة والخامس للتمور في الظلوعية لاحظنا هناك أصناف وأنواع عديدة من التمور ومنها العجوة والبرحي والمجهول وأصناف عديدة إضافة إلى الزهدي والخستاوي كما أصناف هناك أنواع عديدة مهرجانات التمور السنوية بدأت تعطي دافعاً قوياً ومعنوياً للكثير من المهتمين بإعادة زراعتها من جديد والاهتمام بها وإعادتها لسابق عهدها وما ساعدهم في ذلك تربة وبيئة قضاء الظلوعية التي ساعدت على زراعة النخيل ويأمل مختصون أن تعود التمور العراقية كما كانت من قبل مدينة الظلوعية تعتبر مدينة شبه جزيرة كما أعلم الجميع يحيطها النهر دجلة من ثلاث جهات فتعتبر أرض خصبة للزراعة ومكان جيد لزراعة التمور وهي تعتبر من المواطن الأولى للتمور ويوجد فيها أنواع كثيرة من التمور هنا الحقيقة الدولة والحكومة مدعوان إلى الاهتمام ودعم المزارعين من أجل أن يغرسون النخيل من جديد لأن العراق بلد النخيل فلماذا لا يعاد مجد هذه النخلة في بلدها اقتصاديا جماليا أيضا وهوية من هويات الوطن عمتنا النخلة تحتاج إلى الاهتمام الذي يليقوا بها ربما استطاع البعض من المزارعين نخيل الحفاظ على هذه الثروة المهمة من خلال تشجيع أقرانهم على تطوير وتهجين التمور التي لم تكن متوفرة من قبل وإعطائهم دافع زراعتها وتكاثرها في بساتنهم من صلاح الدين براك العال قناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة